في سباق محموم مع الزمن يعمل الحوثيون على استكمال حلقات انقلابهم وبناء أركان سلطتهم وتثبيت دولتهم الطائفية على أنقاض دولة اليمنيين تستغل ميليشيا الحوثي سيطرتها على الدولة ومؤسساتها التعليمية على وجه الخصوص لتكمل تطييف المجتمع مقابل انهيار العملية التعليمية في اليمن عمدت الميليشيا إلى تغيير المناهج الدراسية بما ينسجم مع رؤيتها المذهبية وأجندتها الطائفية هذه الصيغة من التعديلات التي أضافها الحوثيون على المناهج الدراسية تتضمن دروسا ومقررات طائفية وعنصرية ذات بعد طائفي الميليشيا عمدت إلى إلغاء بعض المقررات الدراسية كالتاريخ والتربية الوطنية والتربية الإسلامية وصياغة مناهج جديدة تتناسب مع مشروعها الطائفي مع إدخال تعديلات جوهرية على مناهج مراحل التعليم الأساسية تتطابق مع التوجه الفكري والديني الذي تعتنقه الجماعة في حين أن ما يدير وزارة التربية والتعليم هو شقيق زعيم الميليشيا الأكثر تطرفا يحيى بدر الدين الحوثي التعديلات الجديدة احتوت على الكثير من التنقيحات الخاصة بتاريخ الدولة الزيدية وآئمتها بوصفها الجزء الأهم من تاريخ البلاد واعتطلب من التلاميذ ثمجيد قيادات هذه الدولة باعتبارهم أئمة الهدى وأعلام اليمن ألغام طائفية لا تفرق كثيرا عن تلك التي يزرعها الحوثيون في اليمن باتت تثير مخاوف اليمنيين كونها تهدف لتدمير هوية أجيال قادمة بمنهج لا يشبه اليمنيين ولا يشبهونه سنة بعد أخرى والميليشيا تبني مجدها على حساب مستقبل اليمنيين ليصعب محو هذا التجريف الممنهج في ظل استمرار غياب الشرعية وعدم جدية الحرب وضيع هدف استعادة الدولة وسط حسابات الحلفاء